أما جوابنا على السؤال الثاني بخصوص عبد الكريم قاسم فالحقيقة أننا كنا نلمس من بعض من كان يأتينا في السنوات الخوالي إنجاز التعبير حباً لهذه الشخصية بعض الناس من العراقيين يحبون هذه الشخصية بل حتى من الكويتين أنا ذكر حتى واحد كويتي مرة بل كويت كان يعني يبدي حباً لعبد الكريم قاسم ويدافع عنه وهذه هي مشكلة الناس أنهم كثيراً ما يجتزئون في تقييماتهم للأفراد والشخصيات يعني هو يعجبه من شخصية ما شيئاً ما فخلص يعتبر هذه الجزئية كافية لتعديل هذه الشخصية والحكم بصلاحها واحترامها والثناء عليها كهذا المثال الذي ذكرتمه يعني أعجبهم في عبد الكريم قاسم أنه كان زاهداً في المال ولنقول إن هذا صحيح ولكن هذه مجرد جزئية في شخصيته ماذا عن سائر الجزئيات المنهج الصحيح دائماً في التقييم هو منهج النظرة الشمولية ما ينفعنا أن يكون هو زاهداً مثلاً في المال وبالفعل ما كان يختلص مثلاً أو يسرق وكان راتبه حتى وهو رئيس وزراء العراق مو رئيس مجلس السيادة كان رئيس وزراء بس الحاكم الفعلي نجيب الرباع نجيب الرباع صحيح الحاكم الفعلي يعني ما ينفعنا أن يكون هو هكذا في جانب ولكنه من جانب آخر كان يرتكب الجرائم العظام الإخوة الذين عاصروا تلك الحقبة ما زالوا يتذكرون كيف عاثى عبد الكريم قاسم والشيوعيون في العراق في الأرض فسادا كيف كان التعدي على الذات الإلهية جهاراً نهارا كانوا يتظاهرون في وسط بغداد الشيوعيون ويرفعون لافتات مخطوط عليها هكذا الله في قفص الاتهام نعوذ بالله كانوا يكتبون على لافتاتهم الإنسان خلق الله وليس الله خلق الإنسان وكانوا يهتفون بهتافات تتقاطر فجوراً وفسقاً حتى نساؤهم كنا يخرجنا في الشوارع ويصحن أو يهتفن بعد شهر ماكو مهر وانذب القاضي بالنهر على أساس الإباحية يعني ماكو بعد مهر وزواج كل تخلف والدين وأفيون الشعوب أطلق عبد الكريم قاسم للشيوعيين يدهم في العراق وكانت أجهزته الأمنية تقمع الناس وتعذبهم وتغتال الناس وكانوا يربطون بعض المعارضين بحبال ويربطون كل طرف بسيارة ومن ثم السيارات تتحرك ويعني يتقطعون إلى غيرها من مآسي ومن موبقات كثيرة وأساساً لنكن منصفين ولنكن واقعيين عبد الكريم قاسم يتحمل وزر كل المآسي التي مرت في العراق منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا أصلاً يتحمل مسؤولية التدهور الحضاري للعراق لأن العراق في زمان الملكية وإن كانت فاسدة أيضاً نحن بطبيعة الحال نحن القوم المؤمنون رافضة لا نزكي هذه الأنظمة ولكن من حيث الإجمال والواقع كيف كان حال العراق في زمان الملكية وإلى أين آل مآله في زمن الجمهوريات المتعاقبة التي أول من افتتح طريقها أو شقة طريقها الكئيب والسيء هذا هو عبد الكريم قاسم بانقلابه على الأسر المالك ذلك الانقلاب الدموي البشع الجاهلي الذي سحل فيه الناس في الشوارع وعلقوا على الأعمدة وهم جثث وهذه مثلة والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة وقال إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور فكيف بالإنسان ببني آدم وإن كان طاغية وإن كان مجرما وإن كانت عليه مآخذ كالأمير عبدالإله طيب هذا الأمير عبدالإله هكذا فعلتم به وهذا الطفل اللي هو الملك فيصل لماذا فعلتم به هذا الفعل جثته سحلت في الشوارع هكذا وهذا الطفل ما كان يملكه من الأمر شيئا دفن رأس دفن رأس عبدالإله ونور السعيد أيضا ونور السعيد طيب المهم أنه صفه قتله يعني قتله أهله يعني أسرته يعني ما كانت هذه أفعال جاهلية لقد فتح عبدالكريم القاسم عبدالكريم القاسم فتح طريق أو افتتح طريق الدم والوحشية والتمثيل على العراق فتدهور العراق العراق كان في زمان الملكية دول الخليج أبناؤها كانوا إذا ذهب الواحد منهم إلى العراق كأنه ذهب إلى أوروبا يعني لرقي العراق وتمدنه ونظافته حتى نظافة شوارعه تشوفوا الصور الآن والفيديوهات هم موجودة يعني بالفعل كان هناك تقدم حضاري في العراق من كل الجهات لماذا؟ لأنه شوفوا دائما لما يكون البلد مستقر في الحكم في الإدارة في الأمن و لا يكون هناك الاحتكام للشارع للدبابة لسلطة الانقلاب والبيان رقم واحد هذا الاستقرار هذا الثبات بحد ذاته يساعد على النمو والتمدن والتحضر شوفوا الأردنيون مثلا الآن الإخوة الأردنيون يقولون إحنا كان بإمكاننا نقوم بثورة كذلك خصوصا مع موجة الثورات التي حصلت في المنطقة ما يسمى الربيع العربي وبالفعل كان يتظاهر بعض الناس في الشوارع وكذا في عمان ولكن بشكل عام المظاهرات كانت خافتة ولا توجد استجابة شعبية هائلة لفكرة القيام بثورة في الأردن على هذه الأسرة المالكة رغم علم الأردنيين بفساد هذه الأسرة وأنها أسرة عميلة وأن الملك هذا اللي موجود الآن هذا الترطور اللي موجود الآن ذو التربية ذو التربية الإنجليزية عبد الله أي والأمة الإنجليزية أيضا والثقافة الإنجليزية بحيث أنه المسكين حتى لغة عربية ما يعرف فيه قراء إلا بعد جهد جهيد يعني والآن هم تحسن كثيرا بعدما في البيان الأول ما لما كان كلمتين يقوله بعد هلاك أبيه كان فضيحة الملك الهاشمي العربي المدري شنو الكذا ما يعرف يقرأ عربي أصلا كلمتين مشكلة كبيرة على أي حال ديوث فاسق فاجر المهم لكن مع هذا كله الأردنيون يعلمون لأنهم رأوا دول منطقة حولهم أنه إذا أزالوا الملكية وجاءت جمهورية وصارت حارة كل من إيده إله دبابة وبيان رقم واحد ويعني من هالحالة راح يصير تدهور فوق التدهور اللي موجود أصلا في الأردن الناس ما لاك يتعيش وما لاك يتأكل بس يقولك على الأقل يعني لن لا نصل بالبلد إلى تدهور أكبر من هذا أي فالعراق أيضا هكذا هذا الذي فتح بابه هو عبد الكريم قاسم قام بانقلاب دموي وتدهور العراق وبعدين قام بأحكام ما ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله مثل الإصلاح الزراعي والتهميم أخذ أراضي الناس ومن هذا الكلام كله كنا نصدر حمطة بريطانيا من نصبها فلوس صرنا احنا نصدر مثل ما أنا تشوفهم بعض الإنجليز يحبون المقام في دبي مثلا ويعيشون في دبي ويعملون في دبي لأنه مدخلهم يكون أعلى من مدخلهم في هذا البلد اقتصاد كان مزدهر وهو البلد العراق تدرون أغنى البلدان يمكن يعني على مستوى المنطقة ويمكن أصلا بالعالم كله يمكن حتى أغنى بلد ويمات الدولة النموذجية إنجاز التعبير ولكن شريطة أن تكون هناك إدارة نموذجية لهذا البلد أي معجول ولا فاسدين ولا سراق وهذا لما بعض الناس يروحون يشوفون جزئية في شخصية الحاكم تعجبهم جزئية أنه مثلا عبد الكريم قاسم ما كان مهتم بجمع المال وكذا مثلا كان بسيطا في مظاهره مسكنه مأكله مشربه هذا مو مناط ليس هذا لوحده أنت ماذا عن باقي الأمور الأخرى الشيخنا في عبد الكريم قاسم يأخذ عليه أيضا محكمة المهداوي طبعا ساءة إلي يعني ساءة كبيرة جدا مو محكمة هي مسخرة هي مسخرة المهداوي لأنه طريقة الأداء وطريقة صدر الأحكام وغيرها نحن جدنا نشاهدها على التلفاز بوقتها نعم يعني ففعلا كانت مسخرة وأدت هواية ناس وضمت هواية ناس كلها باسم الزعيم عبد الكريم أنتم عليكم أن تدركوا شيئا ما روي عن إمتنا عليهم والسلام بهذا المضمون كم من زاهد يتزهد للدنيا لأنه لا تتأتى له إلا بهذا يعني أحيانا الحاكم يتزهد لأجل الدنيا لأنه الدنيا لا تقبل عليه إلا بهذا وأحيانا لا هو بالفعل طبيعة هكذا لا يرى لذة في المال مثلما يرى لذة في الأمر والنهي لذة السلطة لذة المنصب أكوهم ناس بها هذه الصفة أيضا هذه موجودة لذلك علينا أن لا نغتر أو أن نتسرع أو نتعجل في إبداء الاحترام لشخصية من الشخصيات نحن نقيس الكل على منهج واحد على مقياس واحد هو المقياس الذي ورثناه عن إمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام بالنتيجة هذا رجل ظالم طاغي دموي ولم يكن مستقيما في عقيدته جاهلي صنمات على الجاهلي فما شأننا به وترى هاي هم الظاهرة سيئة جدا أنه بعض الناس يحنون إلى الماضي أكو حالة حنين تصير حتى أن بعض الناس اليوم يترحمون حتى على صدام لأنه عندهم حنين لزمان صدام ويقارنون زمان بهذا الزمان فيقولون مثلا على الأقل ذلك الزمان كنا عايشين بهذه البطاقة التموينية ما أدري شنو كنا عايشين مثلا وكنا مستقرين كان مثلا كذا بعض الجوانب بعض الجزئيات وكأنه يعني سبحان الله ما طال العهد فتنسون وين راحت هالمقابر الجماعية وين راح فرم الناس في الشعبة الخامسة وإخراجهم جثث مفرومة وين راح زرع القنبلة في يخلوه في الجيب الجيب الدشداشة ويفجر من بعيد هذا علي الكيميائي ويصفقون من بعدها وين راح كل هذا الإجرام كل هذا راح يعني محية من الذاكرة على أساس كان يوزع لكم شوية تمن وشوية تمن ديش هذا مو حتي يعني شوفوا هاي مشكلة الناس شوية يتأذى من أحد خلص يقلب له ظهر المجن ويروح يصير عنده حنين للماضي ويقول ما أدري كذا منكم وهذا صدام أشرف منكم والبعثيين أشرف منكم وما أدري كذا وبعضهم يتمادى أكثر حتى يكفر أصلا يكفر نعوذ بالله يا أخي والله عجيب هالبشر هؤلاء شوف ما عند البشر اعتدال واستقامة إما إفراط إما تفريط إما يصعد الشخصية اللي يحبها إلى أعلى مستوى إلى عنان السماء وإما ينزلها إلى أسفل سافلين يعني مع أنه هذا مذموم في الأحاديث الشريفة أيضا مضمونة أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني لأنه العلاقات فيما بين البشر تتغير بس لا الناس ماشية على هذه القاعدة أنه ماذا أنه مثل ما يقول الشاعر وعين السخط تبرز كل عيب وعين الحب لا تجد العيوبة عن كل عيب كريلة وعين السخط تبدي المساوية الناس ماشية بهالطريقة تيجي تقول لي يا أخي هذا فلان شوف هاي المؤاخذات عليه واحد اثنين ثلاثة مخالفات شرعية هو خلص مدمغ يقول لك أنا حب فلان لا يرى قافل لا يرى عيبا عليه وعين الحب لا تجد العيوبة يقول لك لا ماكو عيب خلص لو شو مسوي وفي المقابل يا أخي هذا اللي انت ظالمه هذا اللي انت ضده على الأقل شوف عنده هاي الحسنات عنده هاي المآثر عنده لا ما يعجبه وعين السخط تبرز كل عيب خلص الناس ماشية بهالطريقة التوازن صعب لا ينجح فيه حقيقة إلا يعني الخيارة من الناس صراحة هؤلاء الذين هم مستعدون على التجرد من كل هوا وأن يتجرد الإنسان من الهوا الله أكبر هوا هوا الإنسان شي سوي بهذا الهوا يخلي فرأيت من اتخذ إلهه هواه يخلي إله إله إلى هذا الهوا يتبعه حيثما ذهب به أينما مال به هواه خلص هوا عاجبه هاي الشخصي عبد الكريم قاسم لو شنو تسوي أنا أتذكر واحد قبل سنوات يمكن عشر سنوات اثنائش سنة هما الشكل كنا تدرون على عادتي بعد المحاضرة أجرس مع الأخوة أجاوب على أسئلتهم يصير مداخلات أي نقاشات تكون تطرقنا إلى عبد الكريم قاسم فتشى الله هالشكل فلعنته كل شي تنرفز لا وهذا هالشكل وهذا هالشكل ومدرشنه فناقشته بالأخير قلت له قلت له شوف أنت تقول هذا الكلام من باب الهوا أنت تقول هذا الكلام من باب الهوا أنت عاجبك ذاك الزمان أنت عاجبك أنت تشتغلو بدائرة معينة شكت مدرشنه متونس على عبد الكريم خطاباته مدرشنه زعيم ماكو زعيم إلا كريم مدرشنه ما الحاجة هذا أنت عاجبك أيه أنزين أنت عاجبك عبد الكريم أنت من هذا الباب وإلا أنت إذا في قرارة نفسك لا يمكن أن تعتقد أن عبد الكريم هذا من الرجال الصالحين من عباد الله الصالحين وإلا الآن قوم أوقف قدامنا أقول اللهم أحشرني معه فورا نزل رأسه الله شاهد فورا نزل رأسه ولا سواء قدت شفت ما سويت لأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسك ترجمة نانسي قنقر